اشتركوا في القناة الذين زادوا عبد الله الأفطح وبدون أن ينقص واحدا منهم مثلا كالواقفة الذين وقفوا على الإمام موسى بن جعفر ولم يعتقدوا بإمامة سائر الأئمة والاعتقاد بجميع ما جاءوا به فإذا واحد لا يعتقد بما قاله الأئمة عليهم الصلاة والسلام هذا ليس مؤمنا وإنما إيمانه ناقص فلذا يجب على الإنسان أن يعتقد بجميع ما جاءوا به تارة نعلم ما جاءوا به تفصيلا أعلم أن الإمام أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا الحكم بين هذا الأمر فأعتقد به تفصيلا وتارة لا أعتقد ب لا أعلم ببعض ما جاءوا به لأن كلام الأئمة عليهم الصلاة والسلام كثير والإنسان علمه قليل فلا يعلم بكثير من هذا الكلام عدم علمه يضر بإيمانه إذا لا يرتبط بجانب اعتقادي لا يرتبط بجانب عملي يبتلي به هذا الإنسان فهذا لا يضر بإيمانه لكن يجب عليه أن يعتقد به إجمالا يعني يقول يا رب جميع ما قاله قالوا محمد أنا أعتقد به مثلا نفرض الآن تجي تسأل واحد مؤمن متدين يعتقد بلا أئمة شنو هي أحكام المضاربة واحد يريد يتاجر عنده فلوس يعطيه لعامل يروح يتاجر بهذا المال شنو أحكامها يقول ما أدري شنو أحكامها وهي ليست محل ابتلائه يعني هو ما يريد يضارب هل هذا نقص في إيمانه لا هذا نقص في علمه لا نقص في إيمانه لذا الفقهاء يذكرون في بداية الرسالة العملية يجب تعلم المسائل المبتلى بها عادة أنت الآن لازم كل يوم تصلي لازم تعرف مسائل الصلاة تعرف مسائل الصلاة وإذا لم يعرف مسائل الصلاة وكان في صلاة خلل وكانت باطلة هذا مو معذور يقال له هل لا تعلمت واحد واجب عليه أن يصوم يجب عليها أن يتعلم مسائل الصوم هل سواحد مو مستطيع واجب عليه أن يتعلم مسائل الحج لا إذا استطاع وأراد أن يذهب إلى الحج لازم يتعلم المسائل أو يكون عنده مرشد يعلمه المسائل أو يأخذ بيده في عمل عمل حتى عمل يكون صحيح فإذن آل محمد عليهم الصلاة والسلام لهم كلام كثير المسائل اللي هي أنا ما مبتلي بها مو واجب أن أعلمها إن علمتها فهو فضل وزيادة علم وإن جهلت بها هذا ليس فيه خلل في الإيمان لكن واحد لازم ليرد كلامهم يقول اللي أعلم أصدق به واللي ما أعلم أصدق به يعني أعلم بأن كلامهم صحيح أصدق اشتركوا في القناة